نادين صعب ايش ادورك هلا الشباب عمليين نزحوا مع بعض بقى ما تحمله تقلي عن نادين لقى النصبية لا اوكي نا انا عم نحكي عن حوال الرجال وعن المساوات من اول الحلقة اوكي فالمزح ماشي اوكي انا اضلوا عصاروا عندها نادين صعب انت فنانة لبنانية بدأت مسيرتك من حوالي 14 سنة وتوجتيها بنجاح لافت بالسنتين الاختين من بعد ما عرفت تختاري اغنيات بتبرز طائد صوتك الاوية واحساسك العالي ونادين بعد نجاح يلا حبيبي تعال اليوم حضرة مفاجأة للجمهور هي باخر روح من كلمات نزار فرانسيس الحان رواد راعد وتوزيع ناصر الاسعاد وبتقولي انك مراهنة كتير على هالاغنية اللي ما بتشبه الموجة الرائجة شو اللي بيميز باخر طوح هايدي اغنية عزيزة عقلبي مثل كل الاغنيات يلي غنيت قبل كل واحدة مننن الى معزة خاصة وإلى اذا بديك هيك انه روناء خاص بس هاي الاغنية هي اغنية ترابية ان شاء الله يا رب الناس تحبه متل ما انا حبيتها ومتل ما غنيتها من قلبي انا وصلت كل شي عنده من احساس فان شاء الله الناس تحبه اكتر من هيك ما فيه كانو كمينا فترتها عشر دقايق يعني ترابية كانت هي عشر دقايق وبعدين رجعته نعم اصارت خمت دقايق ونص تقريبا تسعد دقايق ونص حبيبي انت ليش عم تسألينا قليل يسألينا ما انا دايما بلو انا ليه مستطيف حالم قعد انت هون وكل شوار بايته انا فكرت صارت تسعد دقايق ونص لانو سمعتك انت بسمعها تكرم عينك بدك ايها تسعد دقايق ونص صارت اصلا من المص taeog بس نظيم ايها مبيه اصلا ده احدام العلاق بكريروها وكرروا هو يسمعها نص ساعة كمان ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب وانا سمعت مقطع منه وبطيل العقل وهلأ نتين بنطلب منه سمعنا للمرة الاولى مقطع منها حديث البلاد بس 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 بحديث البلاد لا تسأل شو مبكيني أنت اللي كسرت المشوار ضلي بعيد وخليني داوج روحي صاره كتار يا حارم عيني النوم أنا ما تراجيتك يوم ولا رح تراجاك اليوم أنت اللي قررت تروح ومثل اللي بعيونه ملح ما بيختبت هل صبح يواي نجني ويفتح جرح وعدي نجوم وعدي جروح أنا ما تراجعيني تسأل شو مبكيني أنت اللي كسرت المشوار ضلي بعيد وخليني داوج روحي صاره كتار يا حارم عيني النوم أنا ما تراجعيني يا حارم عيني أنا ما تراجعيني يا حارم عيني أنت اللي قررت تروح الله نادين صعب الانتربيو الخاص فيك رح يكون نادين صعب وانتربيو انتقاد انتقاد نادين انتقاد للوسط الفنة هاي دي يعني هاي دي إذا واحد بلش ما بيعطي ما هنق ليل أنا جوابهم طويل انتقاد يعني في بعض الأغاني عم تنزل على الإزاعات وعلى الأسواق دون المستوى هاي دا هو الجواب أكتر من هيك ما فيه يوسع لك أكتر انتقاد للبلد البلد؟ انتقاد البلد البلد لازم حكامه يتغيره رأسا على العقل طي يظبط البلد انتقاد لحديث البلد انتقاد لحديث البلد؟ ميشيل أبو سليمي ميشيل ميشيل امي شجس ملبية الميشيل مش معقول بمحل والانتقاد قدي فكرت فيه لا أسلمت عينه ميشيل لا أعمل بل اليميين محل ما بدك نص أخذ الميلي اللي بتاعجبك أوكي أوكي الميلي اللي بتاعجبك بعتيلي ميلي انسياد لحالك لحالك أنا العصبية عصبية ولا على شاب شرق